رفعت سلطات مطار القاهرة درجة استعدادها وعلنت حالة طوارئ القصوى مع بدء وصول وفود الدول المشاركة في القمة الإسلامية الثانية عشرة التي تبدأ عمالها على مستوى القادة غدا الأربعاء يأتي هذا فيما تناول البيان العديد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي على رأسها ملف الأزمة السورية ومالي كما سيتم إصدار توصية بشأن مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب قضايا إسلامية متنوعة بتنوع واختلاف 56 دولة تمتد أراضيها عبر القارات الخمس تناولها البيان الختامي لقمة التعاون الإسلامي الثانية عشرة الذي من المقرر أن يعرض غدا لاعتماده من قبل وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لإقراره وعرضه على القادة والزعماء في اجتماعاتهم التي تبدأ غدا بالقاهرة القضية الأولى التي ركز عليها البيان كانت الأزمة السورية حيث دعا إلى ضرورة بدء حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين القوى السورية المؤمنة بالتحول السياسي في سوريا من غير المشاركين بأعمال القمع ودعا مشروع البيان إلى إفساح المجال أمام عملية انتقالية تمكن أبناء الشعب السوري من تحقيق تطلعاته للإصلاح الديمقراطي والتغيير مع الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها منددا باستمرار عملية سفك الدماء في هذا البلد وعن اليمن أكد مشروع البيان الدعم الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه مشيدا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفيما يتعلق بالوضع في مالي أكد المشروع على وحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها منددا بمحاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها من الجماعات المسلحة التي تهدد سلامة أراضي هذا البلد وشدد مشروع البيان على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جميعا وضررة قيامها بالدفاع عن الأماكن المقدسة بكل طاقتها والوسائل المشروعة مدينا بشدة إسرائيل كقوة احتلال لاعتداءاتها المستمرة على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس كما دان المشروع كذلك العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة في نوبمبر الماضي ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني ولسيما الحصار غير الإنساني المفروض على غزة ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الإسلامية في مكة المكرمة أخيرا وفيما يخص لبنان أكد المشروع دعمه للبنان لاستكمال تحرير جميع أراضيها مدينا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا بيان القمة رحب أيضا بمبادرة ملك البحرين للحوار الوطني أيضا تناول مشروع البيان بحث كيفية التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا التي باتت تهدد ثقافة التعايش السلمي والتسامح بين المجتمعات والأديان من قبل متشددين متعصبين في ظل الخطاب المتزايد الداعي لكراهية الآخر وتناول مشروع الإعلان الختامي عددا من البنود من بينها الأوضاع في السودان والصومال وجيبوتي واتحاد جزر القمر والنيجر وكوت ديفوار وغينيا وأذربيجان وأفغانستان وجامو وكشمير وكوسوفو والبوسنى وشمال قبرص اشتركوا في القناة